كنا بنقول له لو ان اي حد ساعدناه وبدأ يتحرك ده هيعود بالخير عليه طبعا قلنا التحرك بتاعه ليه شروطه اللي قلناه قبل كده نتحرك بشروط معينة ما يبقاش فيه ضرر ليه ولا حاجة يعني حد كويس يقول له انت رياضتك كذب فحنا شوفنا الشخص اللي عادينا حركه ده وشوفنا ان رياضتك المناسبة ليه كذا فبدأ يعملها وبدأ يعملها بالتدريج بدرجة متزايدة محسوبة قلنا ده هيبقى خير عليه ويعود عليه بالخير ليه قلنا الآن الزيادة من الحركة دي هتجيب مزيد من الحركة يبقى المزيد هيجيب المزيد قلنا المرة اللي فاتت المزيد هيجيب المزيد يعني زيادة الحركة او التحرك هجيب زيادة في الحركة ثم زيادة ثم زيادة وده هيبقى خير عليه طيب ليه لانك ما بحركه انا برجعه لاصل الحياة رجعه الاصل والمفروض اصل الحياة يلقي التحرك والحركة الحياة اه دايناميك وتحركة ولما ما يبقاش في حركة يبقى ده يعني الايه يعني المواد وده الزوايا دي احنا عارفينها القلبة ما يقف الدمة ما يقف فايزا تحرك والامور ماشية في حركة اذا يبقى انت بترجعه تاني لايه للمواد فاصل الانسان ما بلاش اصل الانسان اصل اصل كل حاجة اصل كل حاجة على الارض ديت او في الكون نفسه هي هي التحرك والدين الماكية يعني ده موجود فيه ده ده لازم نبقى عارفين كده وانت لازم تفاهم كده عشان بتيجي تعالج وتعامل مع الناس وحتى غير العلاق كمان انك تبقى عارف انه لازم ينفعش ينام ولو رجعت الورب شوية للانسان قبل ما تدهمه او تخش عليه الحياة العصرية هتلاقي انه هو كان بيمشي كتير عشان يحصل على الطعام والشراب والمأمن ولما يحصل على طعام وشراب ما ياخدش منه الا الا الايه الا اللي يكفيه كانش بيكتر قبل ما يعرف اه قصة الاكل بالاكراه عارفين الاكل بالاكراه اللي احنا عارفينه كلنا طبعا بس افكركم به بس عارفين التصغيط اما حدي اه تصغيط طبعا اه عارفينه جيبه اه ازغط اه طائر ولا حاجة ازغطه تذكر بط بتاع حاجة او ده الاكل بالاكراه بالنسبة للحيوانات يعني تبقى الاكل بالاكراه بالنسبة اللي بنقدمين ايه اللي بيحدث الايام ده المشاهيات واستعراض الاكل ومش عارف ايه يعني احاديث الناس كلها منصبة في الكلام ده ومسا بقى الاكل وكأن يعني قضية الاكل دي قضية بقت ايه انا قابلت الناس على فكرة كتير جدا يعني الاكل ما كان يعني دايما كان مفروض يبقى يعني وسيلة مش غاية لكن هو في كثير من احيان الوقت بقى غاية وانا عايش عشان اكل قصص كثيرة في الموضوع ده انا مش عايز ايه حسنا او طلقت منها هناخد وقت تاني طويل فخليني بقى نتكلم في وقتها يعني فالموضوع ده صعب عضوها الاكل درجة ان اصبحت اه اصبح مقاومة الاكل او مقاومة اغراء الطعام والشراب والحاجات دي اه يعني عايز عزيمة وعايز واحد يبقى عنده صابر بقى ويعني موضوع ما بقى السهل ما بقى السهل عايز عايز ناس اه تقاوم طبعا كل ما زاد اكل انسان وشربه وكل ما كده كل ما جسمه تقل كل ما قالت ايه يا ادهم كل ما قالت حركته اكل كتير كمون كتير مفيش حركة مفيش خلاص بدأت تجيب العكس زي ما كنت بقول اليل يجيب الايه اليل منه يجيب اليل والكتير يجيب يفتح يفتح الباب لكتير لا شك ان ده بينعكس علينا تحرك تحرك حتى عندي اوسع من انه يبقى تحرك بس اه لا بمعناه الشامل تحرك بمعناه الشامل يعني ايه مين فوق وحافظ جدول الضرب يعني السبعة بتسعب كام طبعا زمان كان الناس كلها حافظة جدول الضرب اسألك كده بتاع ما ديش ينزل فوق ايه ضرب كده عشان تقولها على طول الناس الوقت يعني هل حد بجدول الضرب كده مسكوا يعني في دماؤها على طول ها موجود حافظ جدول الضرب كفايز تأكيد بتضرب كتير يعمل طب لقلت ليه الاااا اللي قال انت بنتش بحتاجه انت بحتاج الجدول الضرب حاجة ما انت معاك الموبايل في الثانية هتخبط اي رقم واتطلعه خلاص ده بيريح ايه بيريحك طبعا بس هل ده ليه عليك وانا لسه بتكلم على الحركة طب انا اقولك على حاجة كان فيه وظيفة زمان واعتقد الاسم موجودة بس ممكن اتغيرت كان اسمه اسمه الاباني ما عاشو انتوا عارفان اولي ايه هه محدش فيكم خلص عارف الاباني حدش فيكم فلاح خالص يا اخ مصر بقوق بقات كلها مش فلاحين اه شبان ما نفافلاح فاعارف الاباني الاباني ده اللي بيوزن اللي بيوزن ريبيوزن اللي ايه طلع روز طلع بطاطس طلع اي حاجة يجعبوها في ايه? في شويلة. حتى عارف ممكن شويلة? انا عارف ليشويلة. شويلة الحاجة اللي فعل الحاجات الكتيرة دي. فتلاقي شويلة كتيرة كده محطوقة في بعضها كده معمولة كده. يعني يجيبوا القباني ده عشان يوزن الحاجات دي. القباني بيجي بقى معاه ميزانك ليه آآ وصف معين كده. عبارة عن كده آآ آآ نسموه كده كده شجرة حاجة زي فروع كده او آآ لها اسم طبعا. ويوقف كده آآ ليه ارجل يعني ويعلق فيه بقى يوزن الحاجات دي. يوزنوا واحد بواحد. هو مزق نوتا زيارة كده. يسجل فعل ايه? اه لوزان دي. بعد ما يسجل لوزان دايق بسيطة يكون حساب لك ايه? يعني حاجات كتيرة جدا وطلع لك الحساب وكزا وحسابك كزا وعليك كزا كده يعني. ده القباني ده. الراجل ده نفسه القباني ده اللي بيعمل بتاع الخامة لو خدناه هو نفسه وقعدناه شوية كده محدش يكلمه. تصدقني هينسى الكلام مش هينسى الالخام هينسى الكلام نفسه. شفتوا حد من كده? ها? شفتوا الناس بتنسى الكلام? بينسى الكلام? مش عارف يجيه عايز يجيب الحمو لانه هو يستخدم. الاستخدامة اللي بيشغالها. اه طبعا. فالاستخدام ده احياء اللي اه تفضل بقى الدنيا تشفت ناقل ازاي من واحد مكان بيحسن كزا كزا كلا اقعد ما عادش يفاكر اليه? ما عادش يفاكر الكلام نفسه. والذلك ساعات بيجي لنا هنا اه حالات وانا ممكن انا بستخدمها برضو ما عافش انتو خدتوا لكم هنا انا مخدتهوش. بيجي لنا ناس هنا. واقول له اعمل له ريها تاني. اعمل له اعادة تأهيل. مش مش جاسدي بس. مش حاركي بس. لا كمان اه دماغه. يعني هو قاعدين يبقى لاب معاه قاعد اه اه او لالامة وسايبينها حاش بيكلمها خلص ومجرد بس يحدطولها الاكل ويمشوا ما يلغهاش ولا يقول لها حاجة في الحياة ولا الدينية ماشية ازاي وقاعدة كيه ده طول طب لها تفتكر ايه? وانا يقول لك ده اصلا جالها ايه? ما انتو اللي حكمتوا عليها بالا اه اكي انت لو تقعد معاها وتكلمها تلغيها خلها تستخدم اللغة واستخدم ايه وتستخدم الوظائف اللي ربنا سبحانه تعالى معنا عارفين الاعضاء بتاعتنا الذي لا يستخدم وخد يا ضيع خالص. ماشي? فانا طبعا ما بتكلم عن الحركة انا اقصد بمعناها الايه? بمعناها الشامل. بمعناها الشامل. طولت عليكم انه ارض انا عارف كتير ونكمل بقى ان شاء الله في الايه? في المرة القديمة باذن الله. باذن الله. السلام عليكم وحمد الله.